بعد ساعات قليلة جدا من اتهام إيران أنها ضربت سفينة إسرائيلية قبل عدة أسابيع في البحيط الهندي واتهموا إيران بشكل واضح وأمريكا قالت أننا وده جاي بعد ساعات يعني إبراهيم رئيس يتولى النهاردة السلطة رسميا بعد مباركة بعد حسن روحاني بعد مباركة المرشد علي خامنئي وخطب النهاردة إبراهيم رئيسي وقال أن احنا يعني بيتكلم على العقوبات وبتكلم على أن ناخد قرارات إيه وطلعت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بشكل واضح أنهم هيوجهوا ضربة مشتركة لإيران قالوا كده يعني الناس ما خبوش الأمريكان مع الإسرائيليين مع البريطانيين مع دول أوروبية تانية قالت أن هناك ضربة قادمة لإيران ومش بلد واحدة يعني مش يعرفوا الضربة جاي منين الآن يتم تحضير لهجوم على إيران بعد كمان موضوع السفن يعني الأمريكان تكلموا مبارح بيمكن ثم البريطانيين تكلموا مبارح ثم الإسرائيليين تكلموا أول مبارح والعالم كله قال لإسرائيل أنها لها حق أنها ترد عسكريا يعني على عينك يا تاجر قالوا إسرائيل هتضرب إيران الموضوع ما ليش علاقة بسفن خالص ردت الخارجية الإيرانية قالت أننا كل اللي بيحصل ده مزاعم ولكن إذا ضربونا هنضربهم قالت أن إيران لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية وسترد بشكل فوري وحاسم على أي مغامرة ما بقيتش مغامرة هيحصل ضرب هيحصل ضرب أنا بقولك هو هناك حرب هتحدث حرب يمكن بعد ساعات يا بعد ساعات يا خلال الآيام الجاية حرب جاية حرب جاية الموضوع ما بقاش النهاردة هزار الأمريكان مع الإسرائيليين هيدربوا إيران وإيران مش هتزكت هتضرب إسرائيل هتضرب قواعد أمريكية يعني هيبقى فيه الأخباطة في المنطقة جاية 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 وأنا بقولك جاية جاية السفينة دي اللي ضربت قالك السفينة دي اللي إسرائيلية ضربوها الإيرانيين بطائرة درون طائرة مسيرة وكلهم دلوقتي بيتكلموا اتهموا الحرس الثوري أنه خطف سفينة أو اتنين أو تلاتة الحرس الثوري دلوقتي قالك ملناش علاقة طب ومين اللي عنده ناس مع حدش يعرف طب هل موضوع مترتب عشان يبقى الضربة لها معنا الضربة جاية جاية ليه بقول جاية جاية وإيران عندها هتضربت هتضرب فإذا اللي جاي قد هناك حرب قادمة قادمة لا محالة لا محالة الموضوع خلي بالحضراتكو خاص بالنووي يعني موضوع السفن ده موضوع جانبي الأهم النووي إن إيران اقتربت من صناعة قنبلة نووية وإسرائيل قررت إنها لن تسمح لإيران بصناعة قنبلة نووية فاخد بقى موضوع السفن مين اللي عامله مين اللي مخططله مين اللي برتبله محدش يعرف محدش يعرف لكن النهاردة اللي أنت الأمر الغريب إنه يقول لك إلحق ده فيه ست سفن ملاحية في الخليج ما صرها غير معروف وإنه في واحدة منهم تم اختطافها هو أنت بتتكلم في إيه اختطاف سفينة محدش عارف مين اللي عام قالت تسعة مسلحين طلعوا وخدوا أطقم بتاعة السفينة رهائن برينسيس طيب هو أنت النهاردة حضرتك لما تيجي تقول السفن اللي موجودة دي محدش يعرف مين خطف سفينة ولا اتنين ولا اربعة هو السفن جي بتعمل إيه رويترز من شوية قالت لك قوات بتتعامها إيران استورت على سفينة في خليج عمان رويترز الإنجليزية قالت كده طيب بعد كده طلعوا 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 بقى الخارجية الأمريكية قالت لك بنشروا بالقلق من تقارير تتحدث عن اختطاف سفينة هو الأمريكان مش عارفين قالك من المبكر خارجية الأمريكية الحكم على ما يحدث في خليج عمان ونواصل تبادل المعلومات مع شراكائنا الحرس السور الإيراني دلوقتي مطلع بيانات اتهامنا بخطف السفينة في خليج عمان دعاية دعاية وبيقولوا انه انه حرس السوري غير مسؤول عن حدث اختطاف سفينة في خليج عمان ما الذي سيتم هل حرب قادمة ولا لا ايه اللي ممكن يحدث لانه فيه كلام بشكل واضح بشكل واضح عن اللي ممكن يحدث في هذه المنطقة فا